في الفترة الأخيرة الكثير من المبتدئين بمجال التجارة الإلكترونية تسألوني بخصوص شحن المنتجات التي يبيعونها على موقع إيبي من سيشحنها؟ من سيدفع مبلغ الشحن؟ وفي هذا الفيديو سأوضح لكم أكثر عن هذا الموضوع موقع إيبي لا يبيع منتجات بنفسه على عكس موقع أخرى مثل موقع أمازون موقع إيبي مجرد حلقة وصل بين المشتريين الذين معنيين بشراء منتجات بين التجار الذين يريدون بيع منتجات لذلك من واجب التاجر عند بيع أي منتج في مجره تغليف المنتج بنفسه بطريقة مهنية وجيدة وشحن المنتجات للمشتريين إذن مسئولية شحن المنتجات للمشتريين هي مسئولية التاجر فقط إيبي لن يأتي لمكان عملكم ويشحن المنتجات نيابة عنكم مثل الكثير من الأشخاص تظن ذلك هذا خطأ مسئولية الشحن عن مسئولية التاجر ولكل من يسأل كيفية شحن المنتجات بنفسه أنصحوا التواصل مع الشركات الشحن المحلية في بلاده في كل دولة يوجد بريد محلي الذي يمكن من خلاله شحن المنتجات أيضا يوجد الشركات الخاصة مثل DHL, FedEx أو UPC التي تشحن المنتجات ولديها خدمات شحن أسرع بكثير من شركات الشحن المحلية تواصلوا مع هذه الشركات اطلبوا قائمة أسعار الشحن الخاصة بهم عادة سعر الشحن يحسبونه حسب وزن الرزمة ولأي دولة سيشحن إذن أطلبوا منهم قائمة الأسعار لمعرفة تكاليف الشحن هكذا تسعروا المنتجات بطريقة صحيحة أما بخصوص من سيدفع ثمن الشحن طبعا المشتري هو الذي سيدفع ثمن الشحن لذلك عليكم إضافة مبلغ الشحن لمبلغ البيع أنصحكم إضافة سعر الشحن مع سعر المنتج للبيع وليس في بند الشحن لأن الكثير من المشتريين يعملوا فلترة الشحن المجاني لأنهم يفضلوا رؤية صفحات مبيعات الشحن معرف بها مجاني وانتبهوا أيضا أن مبالغ الشحن تتغير بين دولة لأخرى يوجد دول الشحن الرخيص ويوجد دول للأسف مبالغ الشحن عالية جدا لا تحبطوا نفسكم إذا مبلغ الشحن عالي شخص الذي معني بشراء منتج معين سيشتريه لو كان عليه مبلغ شحن عالي نسبيا عليكم العمل على كتابة محتوى تسويكي جيد في العنوان وفي الوصف ليتشوق للمنتج أكثر ويشتريه المشتري يعرف أن مبلغ الشحن سيكون على حسابه فهذا شيء معروف في عالم التجارة الإلكترونية وفي عالم التجارة بشكل عام وسؤالي لهذا الفيديو ما هي الصعوبات الأخرى التي تواجهونها بالشحن اكتبوا لي بالتعليقات وسأحاول جاهدان مساعدتكم أيضا لكل من يريد التعرف على إمكانيات الشحن المختلفة الموجودة على موقع إيبي يمكنه مشاهدتها الفيديوهات مبينة هنا أيضا أنصحكم الاشتراك بالقناة زر الاشتراك مبين تحت هنا لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر